تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة الخامسة للإنتاج المحلي بإشراف وتنظيم منظمة الجواد العربي وبالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وذلك بقرية القدرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة تأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالمحافظة والاستمرار بدعم هذه الرياضات التي لها ارتباط تاريخي بالتراث الأصيل وبما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه والرمية إلى رعاية الخيل العربية والاهتمام بها باعتبارها تمثل جانبا مهما من تاريخ البحرين وعراقتها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن هذه البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع استطاعت أن تحافظ على اسمها منذ انطلاق النسخة الأولى وصولا إلى هذه النسخة حيث شهدت تطورا ملحوظا في عملية انتاجية الخيول العربية الأصيلة من قبل الملاك مبينا سموه أن مملكة البحرين تؤكد دائما على اسمها ومكانتها العالية في جميع الأصعد في جانب انتاج الخيول العربية الأصيلة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن اعتزازه باستمرار تنظيم بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة مشيرا سموه إلى أن وصول البطولة إلى النسخة الخامسة يعزز من مكانتها ويؤكد نجاحها عاما بعد عام في ظل الجهود الكبيرة التي يفذلها الاتحاد الملكي للفروسية وأسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة من الملاك والإستبلات مشيرا إلى أن المستويات الرفيعة التي شهدتها المنافسات تعطينا الحافز لمواصلة النهوض برياضات جمال الخيل العربية الأصيلة والمحافظة على التراث الأصيل لسيما وأنها تمثل جانبا مهما من تاريخ مملكتنا الغالية اشتركوا في القناة